بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء احنا اظلنا الانوار والبركات وعن نبتدي نستعد لأعظم هبة الله سبحانه وتعالى وهب بيها هذه الامة في الايام الليالي عن استقبل رمضان واستقبل رمضان كان الصحابة بيعدوله ستة اشهر بس احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نستعد رمضان قبليه بعدد من الايام نحاول بقدر الامكان ان نستعد الرمضان وفي ناس كتيرة بيستعدوا الرمضان بطرق متنوعة من الطرق اللي احنا نستعدلها الرمضان ان في حد يستعد ببرنامج ضخم للرمضان ليه؟ هو الشخص ده وتعايز يحصل اكبر عدد وكم من الحسنات في رمضان عشان يبدو انه هو ناوي يبقى عنده رصيد عند الله انا مش بقول ان الطريقة دي هي طريقة الذين يتعاملون مع الله بالرصيد بس الطريقة دي انا فاكرها فاكرها ان مسألة البرنامج المتخم اللي بيكون في رمضان اللي ما بيديش الانسان وقت ان هو يذوق يذوق الحلاوة ورمضان اول ما بنسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله في ايام دهلكم لنفحات على طول بنتذكر رمضان على طول ما عرفش ليه؟ يمكن عشان النفحات عشان ولا خلوف فمس صائم اطيب عند الله من ريح المسك احتمال بس رمضان هو شهر النفحات هو شهر العطايا الجسام عشان في ليلة القدر نعم عشان في ليلة القدر عشان في هذه الايام العشر ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نكون مع الله فيها رمضان كل نفحة رمضان كل نفحة لان الامم قبلنا صامت وعبدت لكن الله سبحانه وتعالى خبأ لنا رمضان كرامة اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول و practitioner جمعاتنا اخلенты خمسة في رمضان يعطينا احد قبلي رمضان كل يا رسول الله 사람들 كل نفحة من الله سبحانه وتعالى كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم خلينا نقول شوية حاجات كده واحنا بنستعد في رمضان وكأننا بنحط شوية قواعد او شوية اصول واحنا بنشتغل في الاستعداد لرمضان اول حاجة اول قاعدة احنا عارفين هذه السلسية المباركة اللي هي السلسية ماذا عندنا ثلاث سلسيات كده السلسية الاولة بتقول هي ان رمضان اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عطق من النار وبرضه رمضان اذا جاء رمضان حصل ايه فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النيران وصفضت الشياطين ايه حكاية السلسيات دي وكأن السلسية الاولى سلسية بتعمل حاجة والسلسية التانية بتدعمها اغلاق ابواب النيران وفتح ابواب الجنة وتصفيد الشياطين يعني ايه بنغلق ابواب الوساوس ونفتح ابواب الوصال ونغلق ابواب الجفة طيب تعالوا نروح كده ايه اللي حاصل رحمة يعني وصال مغفرة بنقطع الجفة وعطق من النيران كمان بنبعد كل شيء يمنعنا من الرسول الى الديان سبحانه وتعالى فالسنة لتفتل حاجة تانية ان السلسية دي سلسية الرحمة والمغفرة والعطق من النيران وسلسية فتح ابواب الجنة وتغليق ابواب النيران وتصفيد الشياطين انا شاف السلسيتين دولا بيشاوروا على حاجة ان رمضان دايما عامل زي الميزان بيجلب للانسان الاتزان بيخلي الانسان دايما بيحاول ان هو يكون متزن ولذلك احنا نجه التعاملنا مع رمضان السنة دي اللي احنا بنقترحه على احبابنا ان رمضان السنة دي يكون رمضان الاتزان طب ليه اخترنا ان رمضان السنة دي يكون رمضان الاتزان احنا عندنا معاناة شايفينها عند الناس الناس كتير من الأحوال الاستثنائية اللي هم عاشوها في السنوات السابقة وكمان الحالة الاستثنائية اللي موجودة في العالم كلها محتاجة للإنسان يراجع التزان ويراجع منعته النفسية وعشان كده احنا اخترنا أن رمضان السنة دي يكون بنكهة للتزان